يا هلو مرحبا فيكم معاكم أخوكم فرحان البناي في هذا الفيديو سأتكلم عن قصة ديفل ميكراي باختصار وقت لنبتدي بالقصة لا أمن و اسم سباردا قال يجب على الحرب يجب على الموندس ينفي من عالم البشر يحجزه هنا قد فوقه من عالم الموندس وسكر عليه الباب ما ف الان يجب أن يضحي بقسيسه و و صارت عند سباردا عنده نفس قلادة القلادة هذي توديه من عالم البشر لعالم الديمنز والعكس صحيح بعد هالحرب بعد كل شي سباردا حبله من الهيومنز وياب منها توام اللي هما دانتي وفيرجل وبعد هالشي سباردا اختفى ما حد يدري وين سباردا ليومنا هذا وبعد ما سباردا اختفى موندس قدر يدز وحوش عشان يذبحون او بالاخص ينتقم من سباردا عن طريق انه يذبح عياله ويذبح مرته وموندس قدر يذبح ام دانتي اللي نقدر قول مرت سباردا وفعلا هذا اللي صار انه اذبحه والام ودانتي نحاش وعباله انه اخوه التوام اللي هو فيرجل مات مع امه وفي شغلة ام دانتي وفيرجل كانت عندها القلادة القلادة هذي مات منه مات سباردا اللي كانت ينتقل من مكان من عالم لعالم والقلادة هذي صارت على جزئين عطت جزء او نص حق دانتي ونص حق فيرجل هذي كانت القصة اللي هي قبل كل شيء باختصار احيي خلونا نبتدي بقصة ديفل ميك راي قبل ان نبتدي واغلكم عن القصة ديفل ميك راي بتزاقها الاربع اللي هو الاول والثاني والثاث الرابع قبل الخامس كابكم قبل فترة اعلنت عن التسلسل الزمني حق القصة لان الناس عباله التسلسل الزمني غير عبالهم ان الثاني يعتبر اخر جزء بس طلع لا الترتيب الاساسي المعتمد من شركة كاوكوم اهو ديفل ميك راي 3 ديفل ميك راي 1 ديفل ميك راي 2 وديفل ميك راي 4 طبعا لا ننسى يا جماعة اللعبة ديفل ميك راي 5 راح تنزل على البلاي سيشن 4 وعلى اكس بوكس 1 تاريخ ثمانية ثلاثة حيماكم بالطويلة خلونا نبتدي بقصة ديفل ميك راي الاساسية وناخذ اول جزء اللي هو يعتبر جزء الثالث يعتبر الاول بالسلسلة قصة ديفل ميك راي 3 باختصار دانتي قاعد في محله عنده مشروع ديد المحل اللي حين ما نسمى يلواحد اسمه اركم يعطي دعوة حق دانتي دانتي يقبل الدعوة بس ما يقولها من منو لما يطلع ببر البرج دانتي يشوف ان الدعوة هذي يتلى من اخوه اللي هو عباله ميت من زمان فدانتي يقبل هالدعوة هذة ويروح البرج وهو قاعد يلعب او قاعد يتهاوش مع الاشطار يتعرف على وحده داخل برج اسمها ليدي ليدي هذي منو ليدي هذي شفتوا اركم اللي هي حق دانتي عشان قدم دعوة ليدي هي بنت اركم وتيبي تندق من اركم لان اركم ذبح امها مالكم الطويلة دانتي قدر يصعد لأعلى البرج وقدر يتهاوش مع فيرجل المفاجئة اين ان فيرجل قدر يفوز على دانتي ويذبحها دانتي عنده سيف اسمه ربيليون السيف هذا ما كان بفاينل فورم بس يوم فيرجل ذبح دانتي بسيف اليوم بسيف ربيليون السيف نفسه خذ الفورم القوي ماله وقدر يعطي دانتي قوتها النهائية واذا حين بتقولون ليش فيرجل ذبح دانتي فيرجل ذبح دانتي عشان ياخذ القلادة اللي هن الام عطيت القلادة حق فيرجل دانتي عشان ياخذ القلادة عشان فيرجل يقدر يروح ويفتح السيلد اللي هو بين عالم الهومنز مع عالم الاشرار أو عالم الديمينز بعد ما فيرجل خذ القلادة المصيبة وين مصيبة أركم وهو يطلع الماستر وايند وهو اللي متحكم بكل شيء وهو يبي للإخوان يتهوشون عشان واحد فيهم ياخذ مدالية وهو أركم ياخذ مدالية يروح عالم الديمينز وفعلا قدر أركم يروح عالم الديمينز لما راح هناك لقى سيف سباردا بعد ما أركم خذ السيف قدر ياخذ قوة سباردا فتعاونوا الأخوان فيرجل ودانتي حتى لو ذبحين بعض بس تعاونوا عشان يذبحون أركم بعد ما يذبح أركم يطيح من القلادتين مع سيف سباردا فالإخوان يتهوشون عشان ياخذون القلاده وياخذون السيف دانتي ما عنده مشكلة إنه ياخذ قلادته وياخذ سيف بس فيرجل عنده مشكلة فيرجل يبي للقلادتين ويبي سيف سباردا ليش يبي للقلادتين وسيف عشان يكون أقوى شيء بالوجود وبعد ما صار طيق مرة ثانية بين دانتي وفيرجل دانتي قدر هالمرة يفوز على فيرجل وفعلا ما خلا ياخذ السيف وفيرجل قال خلاص أنا راح أظل بعالم الديمنز ما بيعالم هومن خلك أنت بعالم هومن وأنا بعالم الديمنز وآخر شي يصير السيف عند دانتي والمدالية ما دانتي عند دانتي ومدالة فيرجل عند فيرجل بعد ما دانتي يروح حق عالم الهومنز هنا دانتي يحزن على أخوه فيبتشي هنا تطلع فكرة اسم محلة ديفل مايك راي بجزء الثاث افتر كردت تشوف فيرجل بيتاوش مع واحد مع واحد نحن يعني وقته ندري أنه هو موندوس لأن من الساونتراك تشوف أنه هو موندوس بس ما يقولك التفاصيل لهوش بس فيرجل راح يبيتاوش مع موندوس وهني اللعبة تخلص وجزء الثاث يخلص بكل شيء والحين خلونا نبتدي بثاني لعبة بسلسلة ديفل مايك راي اللي هو ديفل مايك راي 1 ديفل مايك راي 1 بدايته أن دانتي قاعد محلة اللي هو ديفل مايك راي تيلى واحدة اسمها ترش ترش تقوله أنه في واحد من عالم ديمينز بيرد مرة ثانية اللي هو اسمه موندوس فأنا بمساعدتك نروح الجزيرة اللي اسمها مالاي آيلند وهناك نحاول نغلبها عشان لاي عالم البشر مرة ثانية فدانتي ياخذ التحدي هذا أو ياخذ الميشن فيروح يساعد ترش بهالموضوع عشان لا يخلي موندوس يرد حق عالم الهيومنز مرة ثانية بعد ما يروح دانتي الجزيرة ويتهاوش مع الديمينز يتهاوش مع واحد اسمه نيلو أنجلو نيلو أنجلو راح نعرف بعدين أنه نفسه فيرجل من كذا ما قاعد بعالم الديمينز تغير شكله بس بالجزلة والطبع ما يقولك عن هالشي بالمرة مالكم الطويلة وانت قاعدة تلعب اللعبة توصل لمرحلة أن تشوف أن ترش تفشل بخطة أن تذبح دانتي فموندوس يعاقب ترش أنه يبي يذبحها منه ينقذها دانتي ينقذ ترش من الموت بعدين ترش تقول أنت ليش أنقذني دانتي يراد عليه بكلمة واحدة لأنها قال لها أنت تشابهين أمي وهني تخلص الأحداث ودانتي يكمل مغامرتها لين يوصل عند موندوس بعد ما يوصل عند موندوس خلاص حاولنا موندوس قدر يذبح دانتي بس منوتي ترش حست على دمها لأن دانتي ينقذها فتضحي بنفسها وبعدين دانتي قال حق موندوس تعال أبيك انت بالفورم الأساسي فموندوس يودي عالم الديمينز وقدر دانتي يفوز على موندوس أو يخليه يحكرب عالم الديمينز ويرد عالم الهيومنز لما رد عالم هيومنز سوى حط سلاحة وقلادة مات دانتي نفسها عند ترش وراح هنا عباركم اللعب انتهت لا يطلع موندوس مرة ثانية وهني دانتي يقدر يفوز مرة ثانية بس وين الشي اللي ديد إن طلعت ترش مميتة فتعطي قوة زيادة ويقدرون يسوي لها سيل مرة ثانية حق موندوس وهني خلاص اللعبة تنتهي سيل حلموندوس ودانتي وترش وصيرون رابع ومع السلامة والحين رح تتكلم بالترتيب اللي هو جز الثالث حق اللعبة اللي يعتبر ديفل ميك راي 2 يا جماعة من الأخير ديفل ميك راي 2 يعتبر فلر حبيت أقول لكم أن اللعبة جز الثاني ترى قصتها ما لشغل قصة ديفل ميك راي فما رح أطر حق قصة ديفل ميك راي 2 والحين خلونا نروح بالترتيب الرابع بالسلسلة اللي هو ديفل ميك راي 4 ناخد منظور من ناحية نيرو وليس من ناحية دانتي نيرو قاعد مكانه باللعبة قاعد بالكنيسة يطب واحد اسمه دانتي وقاعد يذبح بالعالم كله فهني نيرو لازم يساعد اللي وياه بالمنطقة يطلع شنو يطلع دانتي ياه المكان هذا عشان يذبح لجنة أو نقدر نقول مو لجنة مجموعة نسمها The Order of the Sword فدانتي يقول لها ترى هذي اللي مو زينين نيرو ما يصدقال لأنه نيرو بالنسبة حق دانتي هم غريبين حق بعض فتصير انه يصير هوشة بينهم ونيرو يروح بمكان ودانتي يروح بمكان وانت قاعد تلعب بنيرو لأنه جزء الرابع حاط على نيرو اكثر من دانتي فانت قاعد تلعب بنيرو نيرو يكتشف فعلا ان The Order of the Sword اطلعوا مو زينين والمشن مالهم اساسي انهم يفتحون باب الجحيم اللي موجود تحت المنطقة مالتهم المهم وانت تلعب بنيرو توصل لمرحلة انه قاعد يطقون نيرو فنيرو يشوف سلاح معين يما السلاح هذا ما يدرون ما منه بس نيرو قدر يستخدم السلاح لأن السلاح كان مكسور قدر من قوة ايده لأنه ايد نيرو عنده فيها ديمونز وما يدرون هالديمن هذا شنو فقدر نيرو يستخدم السلاح هذا ويلحم السلاح لأنه كان مكسور الصدمة الصدمة ان السلاح هذا السلاح فيرجل ونيرو وقدر يستخدمها المهم وانت قاعد تلعب اللعبة توصل عند مدير اللي هو Order of the Sword اللي هو Sanctus Sanctus يكون يم تمثال سباردا والتمثال هذا اسمه The Savior اللي هو على شكل سباردا بس السيفير هذا ما يقدرون يحيونه إلا عن طريق دم من سلالة سباردا فيحيونه عن طريق منه؟ عن طريق نيرو ليش؟ لأنه نيرو يطلع ولد فيرجل فهني قدر يحيي The Savior مرة ثانية The Savior هو الشرير لكبير عالم الديمنز ومن هذا يقدرون يحكمون على العالم كله فThe Savior يبلع نيرو عشان قوته أو السلاحه بس دانتي يقول له إنه نقدر أحنا نفوز على The Savior ونسكر مشاكل هذه كلها إلا عن طريق إنه نيرو تذبح The Savior من داخل ودانتي يكسر البيبان اللي بره موجودة ودانتي لازم يعطي سيف حق نيرو عشان يقدر يذبح The Savior من داخل وفعلا دانتي يعطي سيف حق نيرو وآخر شيء ونيرو يقدر يفوز على The Savior وبالأخير بعد ما تخلص اللعبة دانتي يخلي سيف فيرجل مع نيرو وكل واحد يروحوا بطريجة هذه كان قصة The Devil May Cry 5 أخي صار بالنسبة لكم أنت وشنو أحلى جزء عندكم من ناحية القصة طبعا لا ننسى The Devil May Cry 5 وهو يكون أيداد شيء بالقصة ومنو ناطر The Devil May Cry 5 اللعبة ستنزل تاريخ ثمانية ثلاثة على البلاي سيشن 4 اكس بوكس 1 مع بي سي كان معكم أخوكم فرحة بناي نشوفكم فيديوهات دائية مع السلامة أعتقد أنني سيشعر بها مع أشياء ترجمة نانسي قنقر